السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصيام عبادة تطهر الإنسان وتسمو بالروح يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هل الهدف منه أن نجوع نعطش؟ لا والله أبدا ماذا يفعل الله عز وجل بذلك أن عطشنا أو جعنا؟ الله عز وجل يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وهذا بالنسبة لأضحيات الحج من بين حكم الصيام الكثير أيها الإخوة أن نعيش نفس الظروف التي يعيشها غيرنا في أيامه العادية من جوع وفقر وعطش وحاجة أن نفهم أن النعم التي نتقلب فيها صباح مساء قد لا تتوفر وهي بالفعل لا تتوفر لملايين غيرنا من سكان المعمورة من إخوتنا في الدين والإنسانية شعورنا بما يعيشونه عبر صيامنا هذا الشهر هو ما يدفعنا إلى البذل والعطاء من أجل أن نساهم في أن يعيش الجميع حياة كريمة من حقه أن يحياها لكن ظروفه كانت غير ظروفنا ها هو الشهر الكريم يشارف على الوداع وقد ازداد منسوب الإيمان في قلوبنا إن شاء الله ليفيض بإذن الله عطاء وتطوع وبذلا مما نملك لمن يحتاج يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أعظم الصدقات أجرا قال أنت صدق وأنت شحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان كل مسلم عليه صدقة ليتعلم الجميع البذل مهما كانوا فقراء وفي أمس الحاجة فما بالنا بمن فتح الله عز وجل عليه ويسر له سبو العيشه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة قالوا يا نبي الله فإن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملهوف وكم من ملهوف إخوتي في الله يعيش ظروفا مأساوية في مخيمات اللاجئين والنازحين هؤلاء لا تتوفر لهم المكونات الغذائية الضرورية التي يحتاج الإنسان حتى يعيش تغيب عنهم وسائل الصحة من ماء الشرب النظيف وغيره نتذكر في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن في مثل هذه الحالات التي ننظر إليها الصدقة تطفئ الخطيئة ونتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس وأن من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وإننا نؤمن يقينا بقول الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وأنه ما نقص مال من صدقة كثير مننا يبتغي سعة الرزق وعلاج المرض لنفسه ولأهله وينسى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم داو مرضاكم بالصدقة الملايين أيها الإخوة في اليمن في سوريا في غزة في مناطق اللاجئين في الروهينغا في الصومال إخوانكم يحتاجون لكل تبرع يبذل من أجل توفير أساسيات العيش في ظل ظروف صعبة زادها تعقيدا ما يمر به العالم في ظل هذه الجائحة التي أتت على الأخضر واليابس فرقت الأحباب ونكبت البيوت وجعلت حياة الناس أصعب بكثير قال رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تصدقوا قبل أن لا تصدقوا تصدق رجل من ديناره من درهمه من بره من تمره من شعيره لا تحقرن شيئا من الصدقة ولو بشق تمرة بعض الناس يقول ولكرون إيش يفعل يفعل كثير في بعض البلدان قد يفعل كما حصل مع عائشة رضي الله عنها عندما جاءت المرأة وما بيدل التمر أخذت التمر المرأة وقسمت قسمين بين ابنتيها الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا نقول لهم كما قال الله عز وجل تجارتكم مع الله لن تبور أولئك يرجون تجارة لن تبور ندعوكم إخوتنا إلى المسارع للخير بالتبرع للمحتاجين عبر مؤسسات الإغاثة ومنها مؤسستنا النورديكس يلب من خلال صدقة الفطر وزكاة المال صدقة الفطر كما تعلمون حددوها بـ 75 كورونا وزكاة المال كل إنسان يحسب إذا كان عنده 85 قيمة 85 جرام ذهب عيارة 24 مر عليها أكثر من سنة هذا المال وهو مرصود فعليه زكاة المال ولتكن هديتكم لهم في العيد بما يفرح قلوبهم ويفرج عنهم من خلال السلة الغذائية التي تشرف عليها المؤسسة على إدارتها وتضمن وصولها لمحتاجها الذين ينتفعون بها تقبل الله صيامكم وصلاتكم وصدقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته